هنا تتلف أشعة الشمس الكثير من السلع الغذائية المحتجزة من قبل الميليشيا الحوثي لا تفكر هذه الميليشيا إلا بنفسها فالنهب والسلب والإتاوات والجبايات غير القانونية وسيلتها لبناء ثروة على حساب قوت المواطنين يقول تجار أن الحوثيين يحتجزون منذ نحو شهر شاحنات البضائع والسلع الغذائية الأساسية القادمة من ميناء عدم في طريقها للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم الكثير من هذه السلع معرضة للتلف في المنافذ المستحدثة في منطقتين راهدة بمحافظة التعز وعفار بمحافظة البيضاء جراء تعنت الميليشيا ورفضها الإفراج عن الشاحنات بحسب التجار ما تقوم به الميليشيا يأتي في سياق حربها الاقتصادية ضد الحكومة واليمنيين إذ أوقفت بهاجماتها عملية تصدير النفط من شبوى وحضر موت وعززت من مواردها من خلال استعادة ميناء الحديدة لنشاطه الملاحي وبات يستقبل السفن القادمة من ميناء جبوتي مباشرة دون تأخير كثيرة هي الموارد التي تستغلها ميليشيا الحوثي دون أن توجهها إلى الخزينة العامة بل تذهب لإثراء قادتها وتمويل أعمالها العسكرية من بين تلك الموارد استحداث المنافذ الجمهورية البرية على مداخل المدن في مناطق سيطرتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير سابق إن الحوثيين ينهبون أموالا من الجبايات والزكاة تزيد على مليار وثمانمائة مليون دولار سنويا وربما أكثر من ذلك لأن بند الضرائب والجمارك والرسوم يصل إلى أكثر من 34% من إجمالي حجم الإيرادات حسب أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ما تقوم به الميليشيا يعزز الانقسام الاقتصادي في البلاد ويحارب المواطنين في لقمة العيش والحكومة عاجزة عن إنقاف تلك الانتهاكات إذ لجأت إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الحوثيين ضد القطاع التجاري وحركة نقل المواد الغذائية